نحو مئتي سجين لبناني نقلوا من القرى الحدودية الجنوبية إلى أخرى بعيدة عن خط الاشتباكات من مخافر بنت جبيل ومرجعيون وسجون تبنين ومرجعيون وبنت جبيل تم توزيعهم على مخافر نبطي جزين صيدة وصور لحمايتهم من نيران الحرب ما ضعف من التحديات التي تعيشها سجون لبنان التي تشهد اقتضاظا أصلا يفوق قدرتها على الاستعاب أولا السجون اللبناني تعاني حالة اقتضاظا كبيرة وكل سجن في لبنان اليوم يستقبل ثلاث أضعاف القدرة الاستعابية له وبالتالي اليوم نقل هادي السجون سيضاعف من الاقتضاظا وسيضاعف من أزمة هذه السجون أولا بالنسبة لأماكن الزنزين اللي اليوم إذا فيه زنزاني بتساع عشرة فيها ثلاثين فكيف إذا أجوا هادي أشخاص جديد عليها هذا رح يراكم الأزمة من الناحية اللوجستية ومن الناحية الصحية ومن الناحية الأمنية أيضا وبالتالي اليوم الدولة أمام تحدي كتير جديد هذا ما كان خاطر ببال حدا ومسؤولية السجون هي مسؤولية الدولة أنه تأمل لهم حمايتهم إذا تعرضوا للخطر تعتبر هادي جريمة بحد زيتها مع نقل السجناء إلى سجون مقتضة تزداد الضغوط على الموارد المتاحة مثل الطعام والرعاية الصحية والمساحة مما يزيد من التوتر بين السجناء ويعقد عملية إدارة السجون ومع تصاعد احتمال توسع الحرب يصبح تأمين السجون بعيدا عن المناطق الساخنة كالجنوب والضاحية أمرا أكثر تعقيدا أريد أن يكون هناك إجراءات أمنية مشددة لإيجاد بعض أماكن التوقيف في المخافر وفي القصور العدل اللي اليوم قادرة تستقبل حد أدنا من هؤلاء الموقوفين أو من هؤلاء السجناء ولكن أيضا ما بيخفف من المسؤولية اليوم التي تقع على عاتق القوى الأمنية المعنية بحماية السجون لا بل ستزيد العبء على المؤسسات التي تدعم السجون اليوم سواء على صعيد المواد الغذائية أو التقديمات الطبية أو حتى الأشياء اللوجستية نظافة وغير نظافة بالتالي نحن أمام أزمة حقيقية بالفعل هذه فرضت الحرب وما كانت بوارد الدولة اللبنانية ولا تعرف الدولة اللبنانية كيف بدت عالجها مع تزايد خطر الاشتباكات قد تجد القوى الأمنية صعوبة في أداء مهامها المعتادة مثل حفظ النظام وحماية المواطنين فهل فقدت المخافر والمراكز الأمنية فعليتها في الكرة الجنوبية؟ نعم الوضع ليس مريحا في البغافر الحدودية هل اليوم إذا بدك الوضع الأمني لهذه النظرات أو هذه السجون متوفر؟ أنا باعتقادي لا مع هذه الحالة هلأ من جديد هذا سيزيد العبء اليوم على الأجهزة الأمنية وعلى مراكز السجون والمؤسسة الأمنية المعنية بحمية السجون ولكن أيضا أنا برأيي القضاء يتحمل مسؤولية أساسية باعتبار أن هذا القضاء عليه أن يسرع بجلسات المحاكمة عليه أن يبت بإخلاءات السبيل عليه أن ينفذ خلاصات أحكام لأنه اليوم إذا هذه كلها صار فيها عملية دراسة وتقييم بتصور بنخفف من عدد الموقوفين والسجناء إذن أمام خطورة الوضع الأمني وتداعيات نقل السجناء إلى سجون مقتذة أصلا يصبح من الضروري أن تضع الدولة خطة طوارئ أمنية لتأمين حماية السجون والسجناء عبر توسيع بعض السجون أو بناء مراكز احتجاز مؤقتة لضمان سلامة السجناء والمواطنين على حد سواء اشتركوا في القناة